موسيقى الفن التشكيلي إذن عالم بل عوالم متعددة ومع كل جيل تبرز مواهب واتجاهات جديدة عبدالطف العيدي حبه للريشة والألوان منذ الصبا كان طريقه لدخول المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان الشهير بالأسماء التي أنجبها ليتخرج منه وقد رسم لنفسه تخصصا يجمع بين التشخيصي والانطباعي البرتري والطبيعة في سنه الخامس والعشرين أبدع في التشكيل وحازة جوائز في سينما التحريك لنتابع من وزان روبرتاج فهد العزوزي وعثمان ميركادو في أزقتها الديقة ودروبها القديمة رأى النور وترعرع ونشاء في مدينة وزان يحمل أدواته أينما حل وارتحل فقد اختار أن يسلك درب الفنان فأسكت اللسان عن البيان وآثر النطق والتعبير بالريشة والألوان وبسرعة انتغى على أعمال عبدالطيف العياذي ولواحاته موضوعان رئيسان الطبيعة الساحرة وسط الجبال والبرتريهات ترسم على الورق الأبيض حكاية ترويها وجوه الناس من كل الأحوال كنحس بالأوجه دي الناس خصوصا ناس كبار ناس عجزة أحس بهم كثيرا من خلال التجاعد من خلال تفاصيل وجه الملابس خصوصا مدينة وزان معروفة بأناسها طيبين معروفة بتقاليدها هذا هو اللي كيدفعني باش نهتم بالبرتريه ونهتم بالطبيعة ولعوه بالرسم دفعوا أيضا إلى الاهتمام بسينما التحريك أو رسوم المتحركة التي خولت حصد عدد من الجوائز من بينها جائزة مهرجان سينما التحريك بمكناس بشريط بعنوان الوليمة الشهية الفنية لعبداللطيف دي الخمسة والعشرين ربيعا دفعته إلى المساهمة مع أبناء مدينتها في تأتيت هذه الحجرة التقليدي القديمة لتصبح متحفا يضم لوحات تؤرخ لعدد من الحقب التاريخية بمنطقة وزان متحف التتناه على حساب التاريخ مولي عبدالله الشريف هذه الصور التي ترى كاملة على تاريخ مولي عبدالله الشريف الفترة دياله الأشخاص الذين كانوا في ذلك الحقبة دياله من خلال الفن دياله كان هدف الرقي بالمدينة في جميع التداهرات التي نشارك فيها لداخل الوطن وخارج الوطن كان نحاول نعكس الصور ديال المدينة عبداللطيف هو خريج المحادي الوطني للفنون الجميلة بالتطوان هنا تلقى تكوينه وسقل الموهبة على يد أساتذة يشهدون له بالجدية في الدراسة والذكاء في العمل ضمن العناصر ومطلبة اللي فعلا استطعت ميزة المجهود الكبير ولكن دايما كذلك يجب أن أقول أنه بدكاء بدكاء وبدهاء لأنه كان لكي يشغل بزيزة كدير المجهود كبير بعناء وكذا بش يوصل في نتائج وعبدالطيف بالذكاء كي يختصر في حقيقة اختصر الطريق وهذا هو الأربع من الميزة دياله الشخص يدعب طيب من اللي كان صغير ملعبش مثلا في الزنقاء أو لا ضيع الوقت دياله مع الدراري كف اللاعب وكذا هو صغير ومثلا هو في الدار كي يشهد كيرسام خجول شي شوي ولكن في الأعمال كنحس بيها ماشي خجول كي يشتغل في الأعمال دياله ما كيبقاش في ذلك الخجال اللي هو كيلازمه مع الناس هكذا في الصوق في الإبداع لاحظت فيه كي انفاعل وانفعال انفعال في الفن وتفاعل مع الأجيال السابقة بين عبدالسلام الشيخ الذي عاش قرنا من الزمن وعبدالطيف الشاب اليافع الذي يسير خطواته الأولى في درب الفن ليصبر أغوار هذا العالم الذي يطمح أن يضع فيه بصمته وتوقيعه ترجمة نانسي قنقر